لمواجهة ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء في السوق المحلية وافقت الحكومة المغربية على استيراد الابقار البرازيلية بعدما نهز سعر الكيلوغرام الواحد من اللحوم الحمراء مئة درهم وبالفعل وصلت الشحنة الاولى الاسبوع الماضي من البرازيل الى ميناء الجرف الاصفر بمدينة الجديدة وهي مخصصة للاستهلاك فقط الابقار المستوردة صعبة المراس قوية وعصبية تتميز بحدبة كالجمل اصلها من الهند تسمى نيلوري من اصل زيبو جرى تهجينها من طرف البرازيل وهي اكثر مقاومة للامراض واحسن من السلالة الاوروبية وهي تتميز بلحم لذيذ اقل دهونا مقارنة بالسلالات الاوروبية